اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم جديد في الفيديو جديد على قناة نكهة مغربية الفيديو دي اليوم غادي يكون شوية مغاير ومختلف عن العادة لاننا غادي نقدمو فيه وصفة من نوع خاص وهي كسكسو بالكديد والمساخن مشيكوش بطبيعة حال غادي يجيبوها تكسكسو ولكن انا اكيدة ان عشاق هذا النوع دي الكسكسو غايكونوا حاضرين معي في القناة هو وصفة تقليدية قديمة بامتياز غالبا تدر للسيدات اللي تيكونوا باغين يولدو او للعشاق لهذا النوع من الاكلات في ايام اشتاوي البرد انا متأكدة ان كنين عشاق هاد النوع من الوصفات نتمنوهم يجربو طريقتنا ويستمتعو بكسكسو من نوع خاص رغم المكونات الكثير اللي فيه تيبقى التحضير ديالو ابسط واسهل من التحضير الكسكسو اللي بالخضراء العادي لان انا تنجمعوا العناصر كلها مرة واحدة تنخليوها الطيب وتنسقيوه من بعد وده بس فيندوزو المكونات والطريقة في نصل وقت غادي نحتاجوا واحد الكمية ديال القديد اللي كنا ننفزقينها للاقبل باش نتخلصوا من اكبر كمية ممكنة ديال الملحة غادي نديروه في البرمة اللي غادي نطيبو فيها وغادي نزيد عليها واحد البصلة واحدة كبيرة تكون مقطع بحلاكة غليضة شي شوية غير بصلة واحدة رغم انا غادي نديروه كمية كبيرة فغير بصلة واحدة كافية واحد اربعة ديال الريوس كبار ديال التومة يكونوا صحاح نص رابعة ديال الشريحة اللي سكون قبل ومرقدة في الماء ومن الاحسن استعمالوا البلدية ربيطة دين الماء دينو سلق زبر زلافة ديال الحمص اللي يكونوا مفزقينو للاقبل وواحد الخمسة او الستة المعلق كبار ديال الحلبة واحد اربعة المعلق كبار ديال حب رشاد واحد اربعة المعلق صغار ديال المساخن من الاحسن في هذه الوصفة انقلبوا على شي مساخن من النوع الجيد وليه يكونوا جداد عاد تحنو واحد المعلقات كبيرة عمرها مزيان ديال السمن او لاجوش معلقات صغار ديال السمن ندير واحد شوية ديال الزعفران شعراء والتوابئ اللي عادية اللي هي البزار والسكينجبير والخرقوم البلدي وواحد شوية ديال الزعفران في الاخر ما نكتروش بزاف من السيت لان الجديد كيف سنعرفو غادي يكون ميت الدم والسمن حتى هو سوف غادي نديرو المال كافي وغادي نرضوها الطيب وغادي نمشو دابا باش نخدمو السميدة ما الأحسن ما ندون نخدمو في السميدة حتى يكون جديد بات يدخلو الطيب لان السميدة كيف سنعرفو غادي توجد لي نضغية فما الأحسن ما ندون نخدمو فيها حتى يكون جديد بات يطيب بالنسبة للسميدة فهي الطريقة العادية اللي ملف نخدمو بها الكسكسو وغادي نفتلوها بشوية دي المساخن غادي ناخدو السميدة غادي نفزقوها بشوية دي الماء ونفتلوها مزين بيدينة وغادي نزيلها واحد جوج مع الكبار دي المساخن ونخدمها بحلاكة نحاول بقى نخدم فيها بسبعانة ونحل ديك الكوائرات اللي تسكونوا لنا بالماء يعني غادي نخدم السميدة مزيان ونحلها من ديك الكورات اللي فيها وتنظن أن الطريقة راه واضحة في الفيديو سميدة تخرج بحلاكة يعني من كترش لها الماء بززاف الجديد دينا هوا بدأس يطيب وبدأس يدخلوش ويطيب عاد غادي ندير سميدة في الكسكاس ونردات فور ثم نضيف ثم نضيف الفورة الأولى سنقلبها في الكسرية ندهنها بشوية الزيت البلدية ونرش بشوية الملحة سنحاول نخدم السميدة مع الزيت مزيان ونرش سميدة بالماء في هذه التفورة الثانية نحاول ماء أمكان ما نكترش الماء بزاف غادي ندير الماء كتر من التفورة اللولى ولكن قل من التفورة الثالثة ثهي غادي نخدمها مزيان ونحاول نحل نقاع الكوائرات اللي غادي تكون في هذه السميدة ونخليها تبرد عاد غادي نردها تفور المرة الثانية اشتركوا في القناة ثم نقاع الكوائرات الل motivate بين القناة تبلغ 생 كمية الماء التي تزيدها في السميدة تتبقى قديمة راجعة نوعية السميدة التي استعملنا كما تشرب الماء كثيرا أو لا تحتاج الماء قليلا وعلى حسابها سوف نقوم بعمل السميدة للزرع أو السميدة العادية أو كسكسو المهم أن تفوار السميدة لدينا ميزانة سوف نعود البرمو ونرى لك نقص المرقة سوف نقوم بعمل السميدة سوف نقوم بعمل السميدة سوف نقوم بعمل السميدة ولا تقوم بعمل السميدة سوف ندعي من الإextَّقررة كالانتدالش我们 من السميدة كالانتدالش سوف نقوم بالكم على زيادة كالانتدالش سوف نقوم بعمل السميدة Laden سوف نقوم بال operhi و هنا هو فار اطلع البخم جيدا فما بقنا غير نسقيه طبيعا لا ننسوش ندقوش شوية ونشوف لك النقص شوية دي للحار او لشوية دي للسمن ومنساش نوجده مع واحد الكويس دي لاتهي بسعتر او لبزع فران احسن حاجة ممكن شربوها مع تكسكسو و هنا الفيديو دي لنا غدا يكون سعلا نقول لكم شكرا و اللي لا يخطيكم عليه حسن اطلقى بكم من جديد في الفيديو جديد شكرا وبسلامه ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا